نظمت وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغتص والكنائس المسيحية في المملكة حفلاً لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بموقع معمودية السيد المسيح المغتص بمشاركة عددين من النواب وأصحاب الغبطة والنيافة ورؤساء الكنائس والأباء الكهنة تفاصيل أوفا في التقرير التالي محتفلين بمجيء السيد المسيح من أخفض بقعة في العالم والأقرب إلى ملكوت الله رعى معالي وزير السياحة والأثار نايف الفائز الاحتفال الذي أقيم في موقع معمودية السيد المسيح في المغتص بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد حضر الحفل عدد من السادة النواب وأمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين وأصحاب الغبطة والنيافة رؤساء الكنائس المحلية والمديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة الدكتور باسم السمعان ومدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير عام هيئة المغتص وعدد من الأباء الكهنة وخلال الاحتفال ألقى الوزير الفائز كلمة قال فيها إن تجاور المآذن والكنائس واجتماع صوت الآذان بالتراتيل في الأردن يظهر عظمة المملكة قيادة وشعبا وأضاف في موقع المغتص الذي ترحى لإلهي عيون وفئدة المؤمنين في العالم من كافة الطواعث نضيئ معكم هذا المساء شجرة عيد الميلاد في موقع المغتص حيث هذا الأرث المقدس وتجاورنا مدينة مادبة سيدة التاريخ وسادنة الحضرات التي عانقتها ثراء وتنوعا وجب النيبو شاهدا على جزء مهم من سيرة البشرية وبذات الوقت تضاء أشجار عيدة في مدن وقرى من هذا البلد الطيب وجميع هذه الأشجار تعلق عليها أمنياتنا الطيبات بأن يضيء الفرح مجددا هذا العالم العالم الذي اعتبر هذا العام عاما استثنائيا كانت فيه نعمة الصحة في اختبار صعب هذا العام الذي يوشك على العبور كانت فيه مصافحة تحديا وعناق أهلنا وكبارنا خطرا وتجمعنا تهديدا وفي قلوبنا صلوات وأمنيات عميقة بأن يمنحنا الله الشدة والقوة الحياة التي الحياة التي قلبها السلام والرضى والتسامح هي القاسم الأول والأكبر بين جميع معطنقين الإنسانية والتعايش الكريم والمحبة بيننا وهي اليوم تجمعنا على أرضها في واحد من أقدس بقع العالم وهي التي تجعل هذا الطقس السنوي فرصة بأن نشحن أرواحنا بمزيد من روح السلام وعظمته في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تجاور المآذن الكنائس ويجتمع صوت الأذان بالتراتيل هذه التولفات تظهر عظمة المملكة قيادة وشعبا وتاريخا وحضارة وهذه المكونات هي روح الأردن بقيادة هاشمية حكيمة ومن منطلق رسالة عمان الوسطية والاعتدال والمحبة من جهتي شكر رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطلة وزارة السياحة والأثار وحيئة تنشيط السياحة وإدارة المغطس على جهودهم المبذولة في خدمة المواقع الأثرية في المملكة وبالأخص منها ذات العلاقة بالوجود المسيحي بهاي المناسبة السعيدة من هذا الموقع المقدس وكل أنظار العالم بتتوجه لبلادنا المقدسة لمغارة بيت لحم ولا نخر الأردن اللي فيه معمودية الرب والمخلص اللي فيها البشارة المسيحية بتنتقل من بلدنا الأردن من بلادنا المقدسة لكل العالم حتى تدعو للسلام للمحبة ولكل هاي القيم الروحية اللي استلمناها من إلهنا المتجسد بهاي المناسبة نطلب من ربنا أنه يبعد عنا كل الأوبئة صلاتنا مرفوعة حتى يحمي بلادنا يحمي جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اللي عماله ببذل جهود جبارة من أجل كل القضايا وبالأخص قضية القدس والأماكن المقدسة والوصاية عليها نرفع لربنا صلاة بهاي الأوقات المهمة وقلب الإنسان كل ماله ما بيبتلئ خوف واضطراب وقلق من الآت المجهول ولكن من هون منبشر العالم بالسلام بالمحبة وبالإيمان وبالفضائل حتى يقدر قلبنا أنه يكون دائما متزين بالفضائل حتى نقدر نستقبل كل الأحداث الخلاصية وجرى في الاحتفال الذي حضره عدد من المؤمنين تطبيق إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا حيث قدمت فرقة ينبوع المحبة بقيادة الماستر طعم جبارة وصلة من التراتيل والأغاني الميلادية موسيقى 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 موسيقى